سيد الرئيس ما طلعت على مقترح القانون لا يوجد هناك عقوبة للمفوضية أو الهيكل العام سيد الرئيس ما جرى حول تلاعب الأصوات خاصة في أقليم كردسان وبالأخص محافظة السليمانية هذا التلاعب بالأصوات جرى أمام مسمع ومرأة القائمين على أعمال المفوضية في المحافظة وبالتالي أقترح أن يكون هناك نص أن لا يفلت هؤلاء من قبضة العدالة وبالتالي لا بد أن يحاكموا محاكمة عادلة ويأخذوا جزائهم وأريد أن أوجه كلامي سيد الرئيس إلى الفائزين بأصوات مسروقة من هذا المنبر منبر الشعب العراقي أوجه كلامي إلى الفائزين بأصوات مسروقة في جميع أنحاء العراق ماذا تقولون لربكم غدا وأنتم فائزون بأصوات ليس أصواتكم إنكم تسئون إلى سمعتكم وسمعة عائلاتكم وتأريخكم السياسي وسمعة العراق